اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان اليوم رح اتكلم عن اعظم دليل للقيامة عفوا وهذا الدليل العظيم هو تعبير عن اهمية وقوة قيامة يسوع المسيح في حياة التلميذ وهذا الدليل الاعظم اريد ان اقرأ عنه في انجيل متى اسحاح 28 من اية 16 واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع عفوا ولما رأوه سجدوا لهم ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وهانا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر امين احبائي اهم دليل اعظم دليل لقيامة يسوع المسيح هو تغير التلميذ من حالة الخوف من حالة الاختباء من حالة الشكوك من حالة عدم الايمان الى الحتمية الى اليقنية بقوة القيامة مما دفعتهم بقوة لا تقهر وهي قوة القيامة انه بكل بساطة يتكلموا في كل مكان عن قيامة يسوع المسيح ولاحظوا انه الكرازة كانت مش عن طفولة يسوع مرة اخرى ولا حياة يسوع ولا معجزات يسوع ولا تعاليم يسوع لكن كل الكرازة بتتمحور حول موضوع الفداء وهو موت وقيامة يسوع المسيح لاحظوا اخر كلمات ليسوع المسيح وهو على احد جبال الجليل عم بيعطي المأمورية العظمى اللي منشوفها في الاربع انجيل وهذه المأمورية العظمى بكل بساطة في هذا المكان يقول دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض بجدارة لانه اكمل عمل الفداء فالان يرسل التلميذ من خلال هذا السلطان من خلال الحضور الالهي ومن خلال معيته واستخدام كل الوسائل والامكانيات والآيات والمعجزات انه يكون مع التلميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم نفس الارسالية بتشوفها في رسالة او في انجيل مرقص اسحاح 16 ولاحظ الكلمات في اسحاح 16 وهذا يعني اللي بعجبني اللي هو شفافية ووضوح الانجيل بقول الكتاب في انجيل مرقص اسحاح 16 ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام حتى في هذا الموقف المسيح عم بوبخ عدم الايمان وقساوة القلب رغم انه حي امامهم قيامه بالجسد وفي انجيل متى لما قرأت مكتوب انه انطلقوا ولما رأوه سجدوا ولكن بعضهم شكوا فبتشوف هذه الارسالية في انجيل متى في انجيل مرقص وبتشوفها في انجيل يحنى كمان في انجيل يحنى مكتوب في اسحاح 20 كما ارسلني الاب ارسلكم انا ونفس المأمورية بتشوفها في انجيل مرقص اسحاح 24 بيقول عن هذه الكرازة وان يكرز باسمه اي باسم يسوع بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدأا من اور شليم وانتم شهود لذلك شهود على ايه ان المسيح حي ان المسيح قام وان المسيح عند السلطان وعند الحضور رح يكون مع تلميزه من خلال رسالته ومن خلال ارساليته ايضا اخر كلمات من شوفه وهو على جبل الزيتون قبيل صعوده الى السماء قال ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في اور شليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض وفعلا ذهبوا الى العلية وانتظروا حتى الموعد جاء وامتلأوا من الروح القدس فلاحظ الكرازة هي انه كانوا بيتكلموا عن قيامة يسوع المسيح حي انه اكمل عمل الفداء والكرازة كانت بقوة الروح القدس مصحوبة يعني بطرس اللي كان خايف في العلية لما امتلأ من الروح القدس راح للهيكل وابتدأ يكلم اليهود حياته في خطر لكن معتش يفرغ قال لهم انتم بأيدي اثما صلبتموه ولكن الله اقامه ونحن شهود لذلك فلاحظ هذا الكلام لم يقل المسيح اذا اعجبكم الامر كان امر اذهبوا اكرزوا بالانجيل فكان امر الهي ينبغي ان يطاع شيء تاني بتشوف حتى مع الامر انه المسيح عم بيعطي الاستراتيجية عم بيعطي المخطط عم بيعطي القدرة والقابلية على تحقيق هذه الارسالية انه يروحوا الى كل العالم ويتكلموا عن يسوع المسيح المسيح اعطاهم سلطان وهذا السلطان انه يجروا ايات وعجائب المسيح قال ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر وعدهم بحضوره وعدهم ان يكون معهم معيته ها انا معكم فاذا المسيح انطلقوا لانه القيامة كانت دليل عظيم جدا وهذا يعتبر من اهم بل من اعظم الادلة وشو كان موضوع الكرازة ان يكرزوا باسم المسيح ان يكرزوا بانجيل المسيح ثم يقول الرسول بولوس نكرز بالمسيح مصلوبا مصلوبا اليهود رح يقوموك واليونانيين رح يعتبروها جهالي انه يعني الفكرة مرفوضة وابولوس بيتكلم لتي مثلاوس اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب فاذا القيامة الامتلاء من الروح القدس وهذا كان الدليل بولوس الرسول لما كتب لكنيسة كورنتوس قال هذه الكلمات في اصحاح 15 ان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا هو اصلا لايه من نكرز وعلى ايه من نكرز باطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم وبيستمر بقول احنا اشقى الناس ما فيش اي رجاء طب ليه طب ما هو تعليم المسيح متفوقة على اي شخصية في هذا الوجود حياة المسيح الاخلاقية متفوقة معجزات المسيح لا يوجد لها مثيل المسيح معجز بذاته اش معنى نكرز بالصليب وبالقيامة هذا هو موضوع الخلاص فاذا نكرز لان الكرازي هو موضوع محبة الله للجنس البشري المسيح اختار تلميذ اصبحوا رسل اشتغل عليهم ثلاث سنين وشوي يجهز ويعد فيهم فاللي حملوا الانجيل هذا مهم جدا احبائي ليس بقوة السيف ولا بالقوة السياسية ولا بالقوة الدينية فكل هذه القوات كانت ضد كنيسة المسيح ومع كل هذا خرجوا وكرزوا بمحبة المسيح كرزوا بالقيامة ليه التعب ليه العناء واجهوا العذاب واجهوا الاضطهاد كانوا يطعموهم للوحوش كانوا يحرقوا اجسادهم كان يعلقوهم على صلبان كان يستخدموا كل انواع العذابات حتى يكفروهم ينكروا اسم المسيح شمعنا وهاي الكرازة الكرازة بصلب وقيامة يسوع المسيح اصبحت اعظم دليل واكبر برهان لقيامة يسوع المسيح انه شافوا شيء لا يمكن اي قوة في هذا الوجود انه تقدر تمنعهم من الكلام باسم يسوع المسيح واجهوا الموت من اجل هذا احبائي احنا محتاجين نستمر اليوم العالم عم بيصرخ عم بيتقلم عم بيواجه كل انواع الصعوبات عايش بلا امل بلا رجاء ومع الامراض اللي منشوفها والوباء الكورونا مثلا الناس بلا عمل والناس عم تفقد رجاءها ومش عارفة ابديتها هذه الفرصة اللي احنا المفروض نتكلم برسالة الرجاء برسالة المحبة برسالة الخلاص برسالة الشبع برسالة الارتواء برسالة الشفاء برسالة الحرية كل هذا الموضوع هو موضوع الخلاص من خلال فداء المسيح بموته على الصليب وقيامته من بين الاموات لازم نكرز احبائي لانه الوقت مقصر خلاص مجيء الرب عن قريب شيء تاني لازم نكرز لانه الرب جاي يعني مكتوب ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع انحاء المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى وفعلا منشكر الرب على كل الوسائل التقنية اللي بتوصل الرسالة لكل العالم بس فعلا مجيء الرب بقريب وكلما اقترب الوقت كلما المفروض نكرز اكتر لانه اليوم في يوم من الايام الباب رح يغلق ولما الكنيسة تكون مع الرب خلاص رحت الفرصة فمشان هيك لازم نستخدم كل فرصة الى اخر رمق في حياتنا انه نشهد عن يسوع المسيح احنا بنكرز لانه الكرازة هي اللي بتفضح مملكة الظلمة هي اللي بتفضح الهرتقات والاضليل والديانات المزيفة فعندما نتكلم بكلام الله حضور الله سلطان الله مصحوب من خلال قوة الكلمة المنطوقة نكرز بالمسيح فالمسيح له القدرة ان يغير نكرز بالمسيح لانه المسيح يستطيع ان ينقل من الظلمة الى النور من الموت الى الحياة ويستطيع ان يعطينا الحياة الابدية الكرازة احبائي هو دليل انه احنا بنؤمن ان يسوع فعلا حي قام من الاموات ونحن شهود لذلك فاللي بيفرق عن اي شخص ممكن تكون من خلفية مسيحية ولك سنين تسمع بس ما اختبرتش المسيح شو رأيك اليوم تختبر قوة قيامة يسوع المسيح قال يسوع كلامي روح وحياة كلام المسيح بغير كلام المسيح بيدخل الصميم عندما تفتح حياتك ليسوع المسيح صليها ارحمني انا الخاطئ ودعو المسيح ان يأتي الى حياتك وعندما تختبر قوة قيامة المسيح لابد ان تشهد عن يسوع المسيح العالم مليان ديانات مليان امور سياسية الشرع بزداد في كل مكان الكرازة هي اشعال نور المسيح وهي قوة قيامة المسيح اللي بتغير هذا العالم تعرف حبائي انا بشعر انه الله عم بيعطينا فرصة جديدة انه نصل للعالم والعالم يشتعل بنهضة جديدة ويشوفه قدرة المسيح وقيامة يسوع المسيح اللي بتشهد من خلال عمله في حياة التلاميذ اللي بيحبوه واللي بيتبعوه احنا بنكرز لانه منحب يسوع المسيح محبة المسيح تحصرنا احنا بنكرز عشان بنقول تصالحه مع الله فالله عاوز يتصالح عاوز فالمسيح جاء حتى يربتك بعلاقة حميمة مع الرب وانا بصلي من كل قلبي انك من اليوم تبتدي تشهد بتتكلم وتصرح عن يسوع المسيح الحي في حياتك اليوم ربنا يباركك بحب بسمع منك شارك هذا الفيديو وان شاء الله منكون معاك في الأوقات القادمة ربنا يباركك شكرا لكم اشتركوا في القناة